يصعد البنك المركزي الأوروبي لتقديم مساعدات مالية لدول منطقة اليورو من خلال شراء ديونها في حال تسببت نتائج الانتخابات الفرنسية في حالة ذعر واسعة النطاق في الأسواق أشهدت السندات الفرنسية عمليات بيع مكثفة في الأسبوع الأخيرة وسط مخاوف المستثمرين من فوز حزب تجمع الوطن اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان أو تحالف الجبهة الشعبية الجديد اليساري بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة أما محتمالات تدخل البنك المركزي الأوروبي بعد التصويت الفرنسي حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندر من ارتدادات هذه الخطوة قائلا إن هذا التدخل سيثير بعض الأسئلة الاقتصادية والدستورية يخشى المستثمرون من أن تؤدي عمليات البيع المكثفة للديون الفرنسية إلى إثارة العدوى في دول أوروبية أخرى مع بدء أسعار الفائدة الوطنية في التباعد عن بعضها البعض ترجمة نانسي قنقر